السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية اليورو تايم التي تعودتم عليها أن تأتيكم عبر قناة الشروق نيوز يوميا كل سهرة وحصة اليورو تايم التي نتحدث فيها عن كل ما يجري في كأس أمم أوروبا الجري أطورها في 11 مدينة بأوروبا في حصيلة أو في دورة خاصة هذا الموسم استثناء بسببه المئوية لاتحاد الأوروبي لا بأس مشاهدين قبل أن نستعرض إياكم بعض الإحصائيات نرحب بالضيوفنا الكرام لدينا سنتحدث معهم ونتناقش معهم حول مختلف نقاط هذا البرنامج فوزي موسوني محلي القناة الشروق إضافة إلى عامر منسور محلي القناة الشروق أيضا واللاعب شباب جيجل وعديد الأندية الجزائرية أيمن ماضي سنتحدث وإياهم عن عديد الأمور قبل ذلك مشاهدين لا بأس نستعرض بعد نهاية الدور الأول من كأس أمم أوروبا مختلف الأرقام والإحصائيات عن هذا الدور وما حمله من 36 مباراة في هذا العرض في مختلف النقاط حصلت الدور الأول من يورو بالأرقام عدد الأهدف 94 هدفا في 36 مباراة عرفت بمعدل 2.62 هدف في كل مباراة وهدف كل 34 دقيقة كذلك تم تسجيل في 35 هدفا في الأشواط الأولى وأيضا 59 هدفا في الأشواط الثانية أرقام أخرى في هذا العرض مشاهدين حصلت الدور الأول من يورو أحسن هجوم هو منتخب هولندا الذي تمكن من تسجيل 8 أهداف يليه منتخب إيطاليا بلجيكا البرتغال بسبعة أهداف ثم إسبانيا وألمانيا بستة أهداف وأضعف هجوم هم منتخبات أسكتلندا تركيا وفنلندا بهدف فقط إلى إحصائيات أخرى الأكثر استحواذا على الكرة هو المنتخب الإسباني بمعدل 68.7 بالمئة منتخب ألمانيا ب61.7 وبعدهما منتخب إيطاليا وبلجيكا ب57.7 بالمئة إلى إحصائيات أخرى في تمريرات الصحيحة منتخب إسبانيا ب2400 تمريرات منها 2125 تمريرات ثم ألمانيا ب2086 تمريرات منها 1772 تمريرات ثم بلجيكا ب2003 وإيطاليا ب1787 تمريرات منها 1573 تمريرات صحيحة للمنتخب الإيطالي وكذلك أحسن دفاع في هذه الدورة هو منتخب الأزوري منتخب إيطاليا الذي تزعم هذا اليوروبي أفضل منتخب لحد الآن تمكن دفاع كيليني وبولوتي من عدم تلقي أي هدف إلى جانب منتخب إيطاليا منتخب بلجيكا وإسبانيا تلقي هدف وحيد لحد الآن إلى جانب منتخب السويد هولندا وبلاد الغالة والمنتخب الشيكي لدينا تلقى هدفين لحد الآن إلى إحصائيات اللاعبين المحاولات ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولونيا وبايان ميونيخ قام ب12 محاولة صحيحة كذلك لعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وموفيس دي باي ب11 محاولة التزديد في الإطار كريستيانو رونالدو باتريك شيك وأيضا موراتا ب6 محاولات لحد الآن كذلك بعض الإحصائيات في الدقة في تميراته الإنجليزي جيمس ب99% تقريبا تميراته كلها صحيحة البلجيكي فيتسيل ب98.5% الإسباني إمريكا لابورت كذلك ب98.3% الكرواتي تشاليتا سعر ب98.0% ب100 نواصل دائما مع الإحصائيات أكثر من مرر التميرات هو الألماني نجم مريا المدريد توني كروس ب314 تمريرة منها 288 تمريرة صحيحة جوردي ألبا مدافع برشلون والمنتخب الإسباني ب294 تمريرة منها 250 تمريرة صحيحة إمريكا لابورت ب274 تمريرة منها 270 تمريرة صحيحة كوكي 263 تمريرة منها 227 تمريرة تمريرة صحيحة دائما مع هذه الإحصائيات إلى أفضل الهدفين كريستيان رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي جيفانتيوس هو الهدف الأول في هذه الدورة بخمسة أهداف إلى حد الآن منها 3 تمريرة حاسمة اكتشاف الدورة باتريك تشيك مهاجم المنتخب تشيكي وكذلك فورسبرغ مهاجم منتخب سويد لوكاكو مهاجم بلجيكا في نالدوم قائد منتخب هولندا وكذلك ليدفاندوفسكي مهاجم منتخب بولونيا وبايومينيخ بثلاثة أهداف كلهم يتخلفون عن كريستيان رونالدو بثلاثة أهداف كريستيان رونالدو الذي أبهر الجميع في هذا اليورو بمردوده رغم تقدمه في السن 36 عاما لكنه تمكن من تحطيم الأرقام القياسية أرقام رونالدو مع المنتخب البرتغالي بعد وصوله إلى الهدف نعم رقم 109 كأكثر لاعب في تاريخ سجل الأهداف مع متخب بلاده وهو نفس الرقم للمهاجم الإيراني علي الداعي الذي بدوره هنأ كريستيان رونالدو لبلوغه هذا الرقم وهو المرشح لتكسره في المباريات المقبلة المباريات الدولية لكريستيان رونالدو هي 178 على بوع 6 مباريات فقط من رقم المصري أحمد حسن بـ 180 80 مباراة إذن كريستيانو صاروخ ماديرة الذي يقترب من تحطيم كل الأرقام مع المنتخبات مثل ما حطمها مع الأندية مع ريال مادريد مع كذلك جيفانتيس هل سيمكن لكريستيانو رونالدو المواصلة وقيادة منتخب بلاده لإنجاز كبير مثل ما حدث في 2016 كل هذه الأرقام سننقشها في البلاطو مشاهدنا كل هذا بعد الفاصل تابعونا موسيقى موسيقى موسيقى